فاصل كنت أقول أن الناس في هذا المعدن إذا أردت أن تكون باع ذهب وفضة و ألماس فعليك أن تعرف من أنت بعض الناس عنده مشكلة تسمى التعميم كل تلقى هيجي يقول كل الناس كذا كل حياتي سيئة مثلا لغة التعميم كل تعميم خطأ حتى تعميمي هذا كل تعميم خطأ حتى تعميمي هذا إياك تعيش مثل هذه المشاعر كأنك مصمار و الناس مطارق مهمتهم فقط أن يضربوك جالس فقط تعيش عقدة أن الناس أعداء لك و أن الناس يكيدون لك يعني يروح عيش ما أحد درع عنك بل الناس تحبوا لك الخير لكن أنت لم تعرف كيف تستثمر هذا الخير و لم تعرف كيف تذهب بنفسك إلى هذا الخير فإجعل هذه النظرة ترى مثل ما كان يقول محمد عبد الوهاب بن طاوع الكاتب المصري الكبير رحمه الله أنه سبحان الله تأتي المأساة لشخصين و يختلفون في نتائجها لاختلاف طرق تعاملهم معها خليني أقرأ لكم الكلام بنصه لجماله ما في مشكلة شيخ وين الكلام؟ يقول هذا كلام نفيس مرة يقول ليست المشاكل و الصعاب اللي هي التي تصنع شقاء الإنسان و إنما مدى إحساسه بها فالإنسان قد يكون محاطا بالمشاكل من كل جانب و حتى أن الناس يتعذر عليهم كيف يقولون أن هذا استطاع أن يحمل كل هذا الحمل و لكنه رغم ذلك يعيش حياته آمنا راضيا لا لأن حياته قد خلت من المشاكل و إنما لأنه لا يكاد يحس بها أو لأن إحساسه بها ليس عاليا أو عميقا و لا يحول دون قدرته على مواصلة الحياة و الاستمتاع بها و قد يكون الإنسان يقول محمد عبدالوهاب طاوع و قد يكون الإنسان على الناحية الأخرى مغبوطا من الآخرين على حياته و ما أتيح له من أسباب الاستمتاع بها و لكنه يشعر شعورا حادا ببعض نواقصه أو بعض مشاكله العادية التي لا تخل منها حياة فيفسد عليه هذا الشعور المرضي قدرته على الاستمتاع بالحياة أو حتى القبول بها و هكذا فإن عمق الإحساس بالمشكلة هو الذي يصنع شقاء الإنسان بها و ليست المشكلة في حد ذاتها كلام نفيس المشاكل تمر على كل ذي أنثى على كل ابن أنثى كل ذي أنثى من وين ذي؟ نصرق حنا على كل ابن أنثى كل ابن أنثى حملته أمه تسع شهور سيشعر بالمشاكل الحياة كذا و قلنا مرارا مثل ما أنه لاعب الكرة مثلا يجهد و يتعب لكن ليش جالس هو يتحمل الجهد و التعب؟ لأنه عارف أنها في الأخير مجرد لعبة و الحياة الدنيا لعب فاستمتع كونك تنظر إلى المشاكل على أنها سواعق ستتعب انظر إليها أنها فرص و تحديات أنا لا أقول لك أن أنت تتحمل كل شيء يعني أنك تطلب هذه المشاكل لا أنت تسعى لتفاديها لكن إن وقعت فاعلم أن الله عز وجل سينزل عليك من الصبر ما يكافئ الألم الذي نزل بك ليكون أرضية تحمل عليها بائع الألماس و بائع الذهب و الفضة الرجل النبيل و المرأة النبيلة فيهم صفات أعطيها لك باختصار إذا وجدت إنسانا شهما كريما نبيلا صادقا ترى الصدق يجيب كل شيء الناس إذا عرفوا صدقك حتى وإن تألموا بعض الشيء لكنهم سيأمنونك على نفسك و حياتك و حياتهم الصادقون محبوبون و كل شيء قد يتحمل أو يحتمل إلا أن يكون الإنسان غير صادق أو بخيل هاتان صفتان ممجوجتان في الإنسان فإذا أردت أن تكون بائع ألماس و بائع ذهب و فضة في محكات من بينها الصدق من بينها البر من بينها الإحسان و في شيء مغلق